اشتركوا في القناة الاندرويد بتلاقي روابط التحميل بصندوق الوصف اسفل مقطع الشرح باليوتيوب خلينا ندخل التطبيق مع بعض ونجرب تجربة عملية اول ما بتدخل التطبيق بيطلبك انك مثلا تسوي هذه كانت تجارة بلية بيحتفظ فيها في نفس التطبيق بدون النشر فحتضغط هنا على علامة الزائد حيطلب انك تسمي مثلا مشروعك سمي اي اسم انت تبغى بعدين تسوي create وكذا حيفتح معاك صفحة المشروع اول ما هتضغط على الزائد عشان تضيف الصورة او تختار التصميم عندك هنا تصميمات جدا كثير لا حصر لها خلينا مثلا ناخد كمثال بسيط لو اخترت مثلا هذه او هذا الاطار هنا هتحط صورتك او صورة مثلا لاعلانك للناس اللي حابة تعلن عن حساباتها او منتجاتها او غيره هتجيك بهذا الشكل وهنا هتبدأ تعدل على الكتابة حتى الخطوط في التطبيق جدا مميزة بهذا الشكل طلعت لك وهنا مثلا تكتب اي عبارة او اي شي انت تبغى ايضا تقدر تعدل عليه هنا لو ضغطت هذا العلامة هتظهر لك خيارات كثير لو حابة تضيف كتابة يعني غير المربعين هذه لا حابة تحذف الصورة وهنا لو حابة تغير لون الخلفية بهذا الشكل تختار اللون اللي يعجبك طيب خلينا نشوف تصميم ثاني عندك هذا التصميم تقدر من خلاله تضيف مثلا صورتين او تضيف صورة وفيديو مثلا هنا تضغط عليها تختار الصورة وهنا تختار الفيديو وبعدها كلمة دن لو حابة طبعا تقلب الاثنين هيكون العكس هنا انت خلاص شغال معاك الصورة وشغال ايضا الفيديو بهذا الشكل وسير تقدر حتى تنشره عندك في السناب شات او في اي مكان في تويتر او غيره بهذا الشكل السهل طبعا لو سويت اكثر من واحد هيصير زي الفيديو كامل ولكن انا قاعد امثلك عشان الواحد بس تقدر تحفظه بشكل منفصل طريقة الحفظ بتضغط على السهم فوق وبعدها حتى يا تنشره مباشرة على الانستجرام او تخزنه في البيج يعني بيخزلك هو في البوم الصور اما الستوري بيخزلك هو في نفس التطبيق عشان تقدر تعدل عليه في اي وقت وعندك زي ما وريتك اطارات جدا كثير واشكال والوان تقدر تختار زي ما تبقى تقدر تختار زي هذا التصميم تقدر تحط مثلا اكثر من فيديو تقدر تحط صورة رئيسية او تقدر تحط فيديو وهنا عدة صور فلك كامل الحرية في التصاميم اللي يعطيك هي التطبيق فجدا عجبتني فكرة التطبيق والتصاميم اللي فيه مختلفة عن بقية التطبيقات دمش الصور مع الفيديو مع بعض في نهاية الشرح يعطيكم الف عافية لا تنسونا ملايك وسبسكرايب في القناة وفي امان الله